اهلا بكم من جديد نظم المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ورشة ضمت القطاعين العام والخاص من أجل مناقشة مستقبل المشتريات الحكومية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية سعادة السيد خالد حميدان إن مملكة البحرين تعتبر رائدة عالميا في الاختبار والتطبيق والتشريع للتكنولوجيا الصاعدة وهو ما يجعل منها شريكا مثاليا لهذا المشروع الذي يعمل عليه المنتدى الاقتصادي العالمي كما أكد مدير مشروع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي إيداس كاتس أن القطاع العام في مملكة البحرين مستعد للتكيف مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من صعود الذكاء الاصطناعي حيث تتوافر في البحرين القيادة صاحبة الرؤية التي تتيح التنسيق بين أصحاب التخصصات المتعددة عبر مختلف القطاعات وهو ما سيقدم نموذجا لما يمكن أن يحققه الالتزام بالابتكار في تغيير عمل الحكومة والمساعدة في تحسين حياة الناس تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدل ملك حمد بن عيسى الخليفة أثناء أو في مستهل خطابة في افتتاح مجلسي شورو النواب خلال الشهر الماضي أعطي توجيهات للحكومة بوضع الخطاط والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي طبعا حققنا تقدم كبير جدا في الجاهزية التقنية البنية التقنية الخدمات الإلكترونية التشريعات المواكبة اليوم عندنا طبعا شركة أمازون فتحت في مملكة البحرين عندنا كل البنية التقنية والبنية التحتية الجاهزة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات مهم جدا نعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ رشاداتهم فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي استضافت شركة ديار المحرق ضمن فعاليات أسبوع اكتشف أمريكا الذي تنظمه السفارة الأمريكية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في البحرين سعادة السفير الأمريكي في مملكة البحرين السيد جستن هيك سيبريل الذي قام بزيارة ديار المحرق وقال الرئيس التنفيذي لديار المحرق المهندس أحمد العمادي إن ديار المحرق تعد مشروعا محليا بل هي معلم عصري بارز تشهد بتطوره المنطقة ككل والذي جاء ليجسد أهداف وتطلعات رؤية البحرين 2030 وخاصة بقيامه على أعمدة الاستدامة وهي أحد أهم التوجهات للمملكة والتي يترقبون أن تحدث تغييرا جذريا في المشهد العقاري على المستوى المحلي والإقليمي والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.4% مقفلا عند مستوى 1517 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4.181.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 492.000 دينار تم تنفيذها من خلال 44 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7749 نقطة بالخفاض بلغت نسبة 0.42% وبالنسبة لسوق دبيل المالي فقد أغلقت عند مستوى 2688 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبة 0.1% أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4030 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.1% كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا أن ساعات الانتاج في مشاريع الطاقة المركبة في دول مجلس التعاون الخليجي نمت بمقدار أربعة أضعاف في الفترة من 2014 إلى 2017 وعند افتتاح هذه المشاريع ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من توفير ما مجموعه 76 مليار دولار بحلول العام 2030 في تكاليف انتاج الطاقة وذلك بحسب توقعات آيرينا وتشكل مشاريع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما نسبته 68% من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتوقع آيرينا أن تتضاعف امدادات الطاقة العالمية بحلول العام 2050 وأن تلبي مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 86% من الطلب الجديد على الطاقة حتى ذلك العام دعا ممثل مؤسسات القطاع الخاص في الأردن والسعودية للشروع في بناء مرحلة تعاون اقتصادي جديدة تستند على العلاقات التاريخية العميقة وجاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الأردني السعودي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية وتضمن الملتقى عروضا حول الفرص الاستثمارية لدى السعودية والأردن وتعد السعودية الشريكة التجارية الأول للأردن بحجم تبادل انتجاري بلغ 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي خفضت وكالة موديز للتصنيفات الاعتمانية تصنيفها للبنان إلى CAA2 في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين وقالت موديز أن تصنيف لبنان الاتماني الذي تقرر خفضه من CAA1 سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض حيث تصنف موديز تصنيفات CAA على أنها عالية المخاطر للغاية وقالت الوكالة أنه في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة فإن تدهورا سريعا من نيزان المدفوعات والنزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أبل تعتزم تخصيص 2.5 مليار دولار لتخفيف نقص العقارات في ولاية كاليفورنيا أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم خفضت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية أكثر من الربع بما يعادل 35 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي ورفعت الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتخوض بكين وواشنطن نزاعا تجاريا منذ 16 شهرا لكن ثمت آمالا في إمكانية توقيع اتفاق أولي سيخفف حدة الأزمة بعض الشيء هذا الشهر وفي حالة فشل ذلك فإن جميع واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية التي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار قد تتأثر وذكر التقرير أن النتائج تشير إلى أن الرسوم الأمريكية على الصين تضر بكل الاقتصادين حيث ترتبط الخسائر الأمريكية بدرجة كبيرة بارتفاع الأسعار على المستهلكين قال محمد باركندو أمين عام أوبك أن أفاق سوق النفط لعام 2020 ربما تشهد صعودا محتملا ليقلل فيما يبدو من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج وذكر باركندو أن بناء على الأرقام الأولية يبدو أن 2020 سيشهد صعودا محتملا وقالت المنظمة في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019 إنه من المتوقع تراجع إنتاج أوبك من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا لحلول عام 2024 مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا في 2019 والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية تعتزم شركة أبل تخصيص 2.5 مليار دولار من أجل تخفيف النقص في العقارات والذي أدى لارتفاع الأسعار في كافة أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومن المقرر أن تخصص الشركة الأمريكية مليار دولار لصالح صندوق مشترك مع مسؤولين حكوميين يهدف لتحفيز مشاريع الإسكان المتأخرة أو المتوقفة كما سيتم تخصيص مليار دولار أخرى لصندوق تديره الدولة من أجل تقديم مساعدة مالية لمشتري المنازل لأول مرة من المعلمين والممرضين